اشتركوا في القناة بما بين دولها في البداية طبعا اشكركم على استضافتي معاكم اليوم نهنأ جميع دول مجلس التعاون بمناسبة مجلس التعاون الخليجي والذكرة 43 لها وطبعا هناك الكثير من المجالات اللي احنا نقدر نتكلم فيها عن نجاح مجلس التعاون ونقدر احنا نختصر اهمها اذا اتكلمنا من ناحية السياسية والناحية الاستراتيجية والناحية الاقتصادية فلو يعني ركزنا عن ناحية السياسية يعني دول مجلس التعاون الخليجي تنتهج يعني دورا تكامليا متسق مع بعضها البعض في جميع قراراتها من ناحية القضايا الحيوية اللي هي كلها دور على مستوى العالم وهذه اللي اكسبها يعني مكانة مرموقة ولذلك احنا نشوف انه صارت قمة خليجية مع الولايات المتحدة الامريكية وحضارها الرئيس الامريكي في الرياض صارت قمة ايضا خليجية مع الصين وحضارها الرئيس الصين ايضا في الرياض تمت دعوة عدد دولتين من دول مجلس التعاون في مجموعة بريكس على اساس ان يكون اعضاء معاهم وهذا اللي يعطي انه اهمية دول مجلس التعاون اللي موجودة هناك ايضا ادت اجتماعات مع وزراء الخارجية في روسيا لعمل حق تكامل واقتصادي وتكامل في ان يكون هناك عمال مشتركة ما بينه ما بين هذه الدول هذه كله يعطيك الاثر السياسي اللي يتمثل المنظومة الخليجية والمكان اللي هي تمتعت فيها من ناحية الاستراتيجية ايضا احنا نقدر نقول ان احنا عندنا موقع استراتيجي مهم هذه الموقع يجب انه يتم يعني تعاون فيه وتم يعني هناك اتفاقيات تعاونية من ناحية العسكرية من ناحية الامنية من ناحية ايضا الاقتصادية دول مجلس التعاون يعني عندها فئة عمرية كبيرة من الشباب وهذا اللي يخلي كثير من الشركات والاقتصاديات انهما يبون يكون لهم مكان ويكون لهم موقع في دول مجلس التعاون وهذا ايضا يخلينا نروح ان احنا نتكلم عن يعني ناحية الاقتصادية في المنظومة الخليجية ونتكلم يعني بلغة الارقام احنا اليوم نتكلم ان دول مجلس التعاون الست يعني عندها تجارة او يعني عندها تبادل يقارب 2.4 تريليون دولار يعني ست الدول المجتمع وهذا ايضا يخليها انه خلال رؤية اكثر هذه دول مجلس التعاون 2050 تصل الى 6 تريليونات دولار انه يتم تبادل التجاري ايضا هناك انه انت اليوم دول مجلس التعاون الست مع بعضها البعض عندها نموم اقتصادي سنوي يقدر ب 6% وهذه نسبة جدا عالية مقارنة بالاوضاع الاقتصادية اللي صارت وهذه كلها حصلوا لانهما عندهم تكامل خليجي فيما بينهم وهذا يدعو انه يكون عندهم اولوية ويكون عندهم معدلات النمو اعلى من الدول الثانية لو تكلمنا انه اكبر الصناديق السيادية موجودة في دول مجلس التعاون وتقدر حجمها ب 3.5 تريليون دولار يعني هذا ارغام تبين حجم الاقتصاديات الخليجية ومتى قوتها ومتانتها ايضا بتكلم التجارة البينية اللي موجودة بين دول مجلس التعاون تقدر تقريبا ب 107 مليار دولار هذه الارغام كلها لو ما كان هناك خطط قادة دول مجلس التعاون عملوا عليها من خلال اتحاد الجمهوري المشترك ومن خلال السوق الخليجي المشترك ومن خلال ربط الكهربائي الخليجي المشترك شوما تشوف ان هذه الارغام قاعدة تنمو وقاعدة تحقق طموح قادة الدول وشعوبها نعم بحمد كيف تنظر لدور مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم في تعزيز وتطوير منظومة التعاون الخليجي المشترك يعني احنا اليوم نتكلم ان مملكة البحرين توها استضافة القمة العربية وهذا الشيء يعطيك مكانة مملكة البحرين ممثلة في جلالة الملك انه واشدون يقدر يعني يجمع دول مجلس التعاون بان هو يملك يعني استراتيجية لبعد النظر في القضايا اللي موجودة يقدر يقرب وجهات النظر بشكل كبير فهذه الأمور كلها تعكس عن مدى يعني قوة مكانة مملكة البحرين بين دول مجلس التعاون اليوم ايضا جلالة الملك متوجه الى روسيا وكان من خلال توجهها قعد يصل رسائل القمة العربية ورسائل ايضا خليجية فهي يعطي مكانة ان احنا فعلا عندنا رؤية جلالة الملك يتبناها وهذه الرؤية دائما انه هي تكون ان هناك يكون توازن يكون تسام يتخدم منظومة مجلس التعاون يتخدم منظومة الخليجية والعربية بشكل عام انه فعلا عندنا رؤية ونوصل هذه الرؤية عندنا رؤية تسامح توازن ممكن احنا نطلع على وجهات النظر ممكن نقارب فيما بينها ممكن نحل اغلب التحديات الموجودة بشكل دبلوماسي بشكل متعاون وهذا اللي احنا قاعدين نشوفه وهذا اللي مثل ما اتكلمت سابقا انه كثير من يعني المؤتمرات والاجتماعات صارت في دول مجلس التعاون وحضرها جلالة الملك وكان الدور الكبير لمملكة البحران جلالة الملك انه يتم التوافق على امور كثيرة ويتم تنفيذها لمصلحة الدول والشعوب نعم سعدت سيد احمد السلوم عضو مجلس النواب عضو في الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون شكرا جزيلا لك كل الشكر شكرا جزيلا شكرا جزيلا